أعود إلى ما لخصته من خلال تتبع الأحاديث والزيارات فيما يرتبط بآثار حب الحسين على محبيه أولاً يطهر الإنسان من النوازع الشخصية الضيقة لن أطيل الكلام سأذكر لكم مثالاً عملياً إنه مثال عراقي واضح هذا الكلام الذي سأذكره لكم يردده الكثيرون والكثيرون إن لم يكن الأكثر من زوار الأربعين من العراقيين لما يبدأ موسم الزيارة ويبدأ موسم الزيارة منذ بداية صفار حيث يتحرك الزوار العراقيون مشياً من المناطق المختلفة باتجاه كربلاء حينما يصلون إلى هناك يصلون إلى كربلاء وبعد أن تنتهي زيارة الأربعين ويعود الزائرون أدراجهم إلى بيوتهم هذا الكلام كثيرون منهم يقولون بتعابيرهم الشعبية العراقية بعدما يودعون الحسين دمعة شوق إلى موسم الأربعين وهم يتوجهون إلى مدنهم وقراءهم وبيوتهم يقولون رجعنا لطاعة الحال يعني رجعنا إلى حياتنا الاعتيادية التي هي مليئة بالمشاكل اليومية والصراعات فيما بين الناس والخلافات فيما بين الأخارب ونكد العيش في البيوت و و و يقولون رجعنا لطاعة الحال لماذا؟ لأنهم غادروا أيام الحسين كانت أياما تتميز بخصوصية هم يتذوقونها يستشعرون لها حلاوة مميزة مع أنني أقول لهم كل هذا جميل لكن السؤال هنا هل هذا هو المطلوب منا؟ هل هذه الخدمة موصولة بخدمة إمام زماننا؟ هذه أسئلة تحتاج إلى إجابة لكنني بحدود الموضوع الذي أتكلم عنه قلت النقطة الأولى يطهر الإنسان من النوازع الشخصية الضيقة فزوار الأربعين كانوا يعيشون أياما يستشعرون صفاء التعامل فيما بين الناس قطعا أنا لا أقول هذا بشكل مطلق لكن المعنى الإجمالية الذي أتحدث عنه واضح وواضح في مسيرة الأربعين يستشعرون مذاقا للحياة يختلف عن مذاق حياتهم الاعتيادية بلحاظ العلاقات بين الناس بلحاظ الرحمة المتدفقة فيما بين هذه الأعداد الكثيرة والتي يتجمع فيها الناس لا يعرف بعضهم بعضا إلا أن الرحمة والتواضع والسخاء يتدفق في كل مكان حينما يعودون إلى حياتهم الاعتيادية لا يجدون شيئا من ذلك لذا تراهم يقولون رجعنا الطاعة الحظ وهذا الذي يجري هو مثال تقريبي فأنا حينما أقول يطهر الإنسان من النوازع الشخصية الضيقة لا أقصد هذا 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 مثال لأن آثار حب الحسين إذا كان حبا حسينيا مهدويا حقيقيا أسمى بكثير من هذا الذي يستشعره زوار الأربعين إذن النقطة الأولى حب الحسين يطهر الإنسان من النوازع الشخصية الضيقة وهذا هو الذي ظهر في أنصار الحسين ثانيا يعطي الإنسان شعورا شعورا فياضا بقلة قيمة الدنيا ولذا يدفعه هذا الحب إلى التضحية وإلى السخاء وإلى العطاء هكذا نقرأ في كتاب سيد الشهداء الذي كتبه إلى محمد بن الحنفية من كربلا ماذا قال له بسم الله الرحمن الرحيم من الحسين بن علي إلى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشة أما بعد هذه كلمات أبو السجاد من كربلا أما بعد فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل والسلام هذا المنطق منطق الحسيني لم يكن خاصا بيوم عشورا كل يوم عشورا قطعا يوم الحسين الذي هو يوم الحسين لا مثيل له لكنها تجليات فكل يوم عشورا هذا تجل من تجليات عشورا مثل ما نقرأ زيارة عشورا في كل يوم مضامينها في أصلها تتحدث عن يوم عشورا الأصل عن يوم عشورا الأول عن يوم عشورا الذي حدث في السنة الحادية والستين للهجرة لكننا نقرأ زيارة عشورا في كل يوم المضامين هي المضامين فهذا المنطق منطق الحسيني منطق فياض على طول الدهر أما بعد فكأن الدنيا لم تكن وكأن الآخرة لم تزل والسلام فكأن الدنيا لم تكن لقد طوا المنطق الحسيني صحائف الدنيا لقد طواها حب الحسيني حينما يكون في حد الجنون أو في مشارفه فإنه يمنح الإنسان شعورا شعورا فياضا بقلة قيمة هذه الدنيا النقطة الثالثة حب الحسيني يقوي الروابط والأواصر مع الناس عموما إنه مادة لتقوية بناء لحمة المجتمع الشيعي والأمر ينجر إلى المجتمع الإنساني عموما فحب الحسيني يقوي الروابط والأواصر والأواصر مع الناس عموما لأنه ينظف القلوب هذا هو السبب حينما تكون القلوب نظيفة مزينة بحب الحسين كيمياء حب الحسين أنه مادة مادة حقيقية للتنظيف وإزالة الأوساخ وإزالة الأدران من القلوب والعقول والأرواح إنه مادة سرية عجيبة لتنظيف الفطرة والوجدان والضمير النقطة الرابعة حب الحسين يهيئ يهيئ للدولة العالمية المهدوية حب الحسين حب الحسين يصنع إنسانا أمميا يصنع إنسانا يحترم المنظومة البشرية في كل أنحاء العالم استعدادا وتمهيدا للدولة المهدوية العالمية فدولة إمام زماننا لا تختص بأرض ولا تختص بشعب ولا ترتبط بقومية معينة إنها دولة عالمية سيكون مواطنوها من أهل السماء ومن أهل الأرض إنها دولة الحق دولة محمد وآل محمد فحب الحسين يهيئ الإنسان للدولة العالمية لماذا حينما يغطي حب الحسين وجدان الإنسان فإن الإنسان حينئذ لا يمتلك ميزانا للتقييم إلا أن يكون مصنوعا من هذه المادة السحرية العجيبة أحب الله من أحب حسين النقطة الخامسة إنه يقتل القسوة والغلظة في الطبع البشري بما يفجره من رقة في الطبع خصوصا إذا ما تدفقت الدموع إذا ما تدفقت صادقة إنه قتيل العبرات حسين هذا إنه أمثولة جمال رحمة الله كم لرحمة الله من جمال أمثولة جمالها حسين فإننا حين نملأ عقولنا ونملأ قلوبنا ونملأ ضمائرنا ونملأ وجداننا ونملأ فطرتنا ونملأ كياننا بحب حسين إننا نملأ كل ذلك بعبق بعطر بماء نقي منابعه أمثولة جمال رحمة الله إنه حسين الذي تتجلى منه وتتجلى فيه أكمل وأجل وأجمل وأعظم نشآت جمال الله هذا هو الحسين الذي يريدنا محمد صلى الله عليه وآله أن نمتزج به حسين مني حسين مني وأنا من حسين فمحمد صلى الله عليه وآله يريدنا أن نمتزج بحبه امتزاجا نذهب إلى فاصل